موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من تعلم مع مونة في هذه الحلقة سنرى تتمت أركان الإيمان أركان الإيمان كيف ما قلنا أركان الإيمان ستة شفنا في الحلقة السابقة الركن الأول الثاني والثالث ده بغد نشوف الرابع الخامس والسالس وبنسبة الناس لما شفوش الحلقة الأولى غد نخلي لهم الرابط في أعلى الشاشة غير يضغط عليه غدي يمشيوا مباشرة للحلقة الأولى للأركان الثلاثة الأولى فنبقوا جميع مع أركان الإيمان الركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل يعني كيف ما العادة وخامش فيناهم وخامرشناش في الحقبة ديالهم ولكن كان آمن بوجود الرسل الإيمان بالرسل بير رسولي هنكتبوا بير رسل عندنا حرف الباء عنده كسرة بير رسولي هنديروا الألف وغادي نديروا اللام ولكن ما غننطقوهمش بجوجهم بي هنكتبوا الألف ونكتبوا اللام ولكن غادي نطق مباشرة حرف الراء بير رو رو عندها ضمة وشدة بير رسو حرف السين بير رسو السين عندها أيضا ضمة بير رسولي حرف اللام في آخر الكلمة ونديروا لي كسرة بير رسولي بير رسولي الإيمان بالرسلي الإيمان بالرسلي الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل هذا هو رابع ركن من أركان الإيمان تبقى مع الركن الخامس الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يعني بيوم القيامة البعث والجزاء كيفما العادة وخحنا ما شايفينه مش لحد الآن بعينينا ولكن كن آمن بالغيبيات وبما أن الله خبرنا بأن هناك يوم آخر فحنا كن آمن باليوم الآخر لأننا كن آمن بالله وكن آمن بالرسل وكن آمن بالكتب السماوية وكلهم علمونا بأن هناك يوم آخر إذن الرقل الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر نحاول نكتبوها الإيمان باليوم بي كيفما العادة حرف الباء عنده كسرة بي باليومي إذن ما غادش نطقوه الألف بي لغاد نطقوه اللام بال بال بي لام هنا عنده سكون بي ل يا يا حرف الياء بي ل يا عندها فتحة بي لي و و حرف الواو عنده سكون بي ل يومي مي حرف الميم عنده كسرة باليوم باليوم الآخر إذن نكتبه بها الطريقة نضيف الألف لأننا ن行شارك النطق باليوم الآخر يcioينا اللام اللام سنطقه باليوم الآخر هنا لدينا الألف وسنضيف هذه الحركة لأننا سنطقه الأليف ممدود الآخري حرف الخ حرف الخ عندها كسرة الآخري حرف الر هنا وخا شوية مضايقة هنا حرف الر باليوم الآخري الر عنده كسرة إذن الآخري الآخري الإيمان باليوم الآخري الإيمان باليوم الآخري الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر هذا خامس رقم من أركان الإيمان فنقعوا مع سادس رقم سادي سرقل من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر يعني أي حاجة مقدرها على الناس داربي كنأمن بأنها من عند الله الإيمان بالقدر خيره وشره كيفما كالحال خصنا نرضو به ونأمن به الإيمان بالقدر بالقدر سنجد حرف الباء عندها كسر ب ب عندنا الألف وما غديش نطقه غدي نزيده اللام وغدي نديره لي سكون لأننا قلنا بل 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 ق حرف القاف بل ق حرف القاف هنا عنده فتحة بل ق د دل بالقدر بالقدر حرف الدال بالقدر بالقدر ري حرف الر عنده كسر بالقدر بالقدر خ خ خير حرف الياء خير حرف الياء عنده سكون خير ري حرف الر عنده كسر خ خير خير ري ري الها في آخر الكلمة وندروا لها كسر خير ري خير ري خير ري و حرف الواو وندروا لها فتحة خير خير و شر ري حرف الشين و ش شين عندها فتحة و شر ري حرف را و شر ري عندها شدة و كسرة و شر ري حرف يعني القدر كيف ما كان خير ديالهم والشر دياله كان آمن بالأمن بالقدر كان آمن بالقدر خير و شر إذن الإيمان بالقدر خير و شر هي الإيمان بالقدر خير هي و شر هي الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر خيره وشره وهذا هو سادس رقم من أركان الإيمان فاردقوا مع الخلاصة إذن كخلاصة للدرس في هذه الحلقة هذه شفنا أركان الإيمان أركان الإيمان وقلنا بأن أركان الإيمان هي ستا دي الأركان أول رقم هو الإيمان بالله ثاني رقم الإيمان بالملائكة ثالث رقم هو الإيمان بالكتب السماوية الإيمان بالكتب السماوية رابع رقم هو الإيمان بالرسل خامس رقم الإيمان باليوم الآخر سادس رقم الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر خيره وشره نعود جميع أركان الإيمان ستة أولاً الإيمان بالله ثانياً الإيمان بالملائكة ثالثاً الإيمان بالكتب السماوية رابعاً الإيمان بالرسل خامساً الإيمان باليوم الآخر ثالثاً الإيمان بالقدر خيره وشره فكنتمنى أن الحلقتنا الإعجاب ديالكم تعودوها بزف ديال المرات حتى نحفظوا مزيان أركان الإيمان نحفظوهم ونتعلموا نكتبوا أركان الإيمان فكنتمنى أن الحلقتنا الإعجاب ديالكم وأنكم تشاهدوها بزف ديال المرات وكيف ما العادة إلي عجبتكم فما تنخلوش علينا بالتعاليق وبالإعجاب طبعية الحل شكراً لكم بزاف وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله سلاموا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة